الكويت واحة خضرة رؤية للهيئة العامة للشؤون زراعة في خطتها للسنوات الخمس المقبلة لتكون البلاد بشبكة طرق حديثة وبثوب أخضر قطاع الزراعة التجميلية هو أحد القطاعات الخمسة التي تتبع الهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية ومن اسم القطاع يبين طبيعة عمل هذا القطاع بشكل مختصر قطاعنا هو قطاع مسؤول عن جميع الزراعات في دولة الكويت مناطق مزروعة مناطق مفتوحة ساحات خضراء وهذا هو التوجه الحالي للهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية لتوفير تلك الخدمات لأخواننا رواد الحدائق العامة عن طريق إنشاء العديد من الحدائق العامة بفكرة المساحات المفتوحة ستون حديقة ببساتين وبشكل جديد وفق نظام الطاقة الشمسية لفتح منافذ سياحية فكرة تبلورت نهجا اقتربت من التنفيذ إدخال الطاقة النظيفة من ضمن تلك المشاريع باستخدام الطاقة الشمسية ومن المشاريع المستقبلية فكرة إدخال حتى المراوح للطاقة الهوائية هذه أحد الأفكار للهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية نفكر بإدخالها خلال مشاريعنا الغادمة هناك العديد من المشاريع المخترحة مثل مشروع إنشاء ستين حديقة بواقع عشر حدائق في كل محافظة بنظام الساحات المفتوحة الخضراء جسور وطرق تتزين بألوان طيفة وجسور تنسيق بين هيئة زراعة نهجها خضرة وأشجار ونخيلة وجهات حكومية تبني وتعمر طرقنا ومدنا أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس